بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازيك يا سمع ربا عاملين ايه يا ربك ولكتكون بخير يا حبايبي النهاردة ان شاء الله هنشرح لسن 3 في يونة 4 من كتاب بيت بايبت هنشرح الدرس التالت في الواحدة الرابع من كتاب بيت بايبت وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل جديد ونبدأ على طول ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التالت بعنوان مويتاون يعني مدينتي مويتاون يعني كل الاماكن اللي موجودة اللي احنا هنقولها مع بعض دلوقتي موجودة في المدينة مدينتي مويتاون مكتب اوفيس محل او متجر ستور ستور سوبر ماركت مدرسة سكول بانك مستشفى مركز للتسوق محطة حديقة عامة نادر ياضي نشوف الصفحة اللي بعد كده ثاني مجموعة من الكلمات بعنوان إعطاء الاتجاهات يعني علشان نصف مكان لشخص أول حاجة لازم نحفظ إعطاء الاتجاهات علشان نعرف نوصف المكان استدر يسارا تيرني لفت ولازم ناخد بنا من السهم علشان نبقى عارفين كده السهم يشيري لقيب الضبط كده استدر يسارا كده استدر يمينا يبقى لازم ناخد بنا من السهم علشان نعرف نحلل الأسئلة صح استدر يسارا تيرني لفت تيرني لفت استدر يمينا تيرني رايت تيرني رايت عندنا في كلمة رايت تجيئتش حروف صامتة تيرني رايت استر بشكل مستقيم جو ستريت أهد جو ستريت أهد عندنا في كلمة ستريت تجيئتش سايلنت تجيئتش حروف صامتة جو ستريت أهد جو ستريت أهد بعد كده خز ثانية من take the second right take the second right خز ثانية صور take the second left take the second left إنه في ركن الشارع it's on the corner it's on the corner بعد كده other words يعني كلمات أخرى أوزرني excuse me excuse me أشكرك thank you thank you قريب أو بالقرب من near near على الجانب الآخر من on the other side على الجانب الآخر on the other side بالسيارة buy car buy car بعد كده ركن أونسيا corner corner ركن أونسيا corner 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 أراك قريبا see you soon see you soon على اليمين on the right on the right على اليسار on the left on the left نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده عندنا language connections وظائف لغوية بتتكلم عن للسؤال عن المكان يعني لو عايزة أسأل عن مكان بالانجلش هنقول إيه أول حاجة لازم بقى فيه polite asking يعني طلب مهزب أول حاجة هنقول excuse me يعني معذرة لو سمحت يبقى قبل مسألة على المكان هقول للشخص excuse me يعني معذرة لو سمحت وبعد كده هسأله عن المكان اللي أنا عايزة أوصل ليه أقوله where is that وبعد كده اسم المكان يبقى excuse me where is that وبعد كده اسم المكان where بمعنى أين للسؤال عن المكان وبعد where is لو المكان اللي بنسأل عليه مفرد وبعد كده that قبل المكان وبعد كده اسم المكان يبقى أول حاجة هنقول excuse me where is that وبعد كده اسم المكان طيب للإجابة بقى بنقول اتجاهات الاتجاهات اللي احنا حفظانها على حسب المكان اللي احنا عايزين نوصفه جايب المثال طبعا الاتجاهات اللي احنا اخدناها في الكلمات ghost rate ahead يعني سر بشكل مستقيم turn right استدر يمينا turn left استدر يسارا take the second right خز تاني يمين take the second left خز تاني يسار it's on the right انها على اليمين it's on the left انه على اليسار حسب بقى المكان طبعا هنا جايب المثال بقولك excuse me واحد بيسأل التاني مع زرقة لو سمحت where is the super market يعني اين السوبر ماركت هو مش عارف يوصل للسوبر ماركت فبيسأل شخص تاني الشخص بقى رد عليه وقال له ايه ghost rate ahead يعني سر بشكل مستقيم turn right استدر يسارا the super market is on the right يعني السوبر ماركت على اليمين بعد كده بقول لي read the text read the text يعني اقرأ النص write the building names اكتب اسماء المباني from one two four من واحد الاربعة on the map على الخريطة هنقرأ الكطع الاول وهنشوف مكان الاماكن فين بالزبط على الخريطة بناء نبقى على الاتجاهات اللي هنحددها وحروف الجر اللي هنستخدمها هنعرف مكان يعني المكان فين بالزبط في الخريطة I love my town طبعا اللي بتكلم الولد ده اسمه نادر بقول ايه I love my town انا احب مدينتي it is small انها صغيرة بط ولكن it has stores ولكن بها متاجر offices مكاتب school ومدرسة and many other places واماكن اخرى متعددة it is a good place to live هي مكان جيد للعيش او لكي تعيش فيه I walk to school every morning بقول انا اسير الى المدرسة كل صباح معنى كده ان هو بيذهب على الاخدام on food تاني I walk to school every morning يعني انا اذهب الى المدرسة كل صباح my school is next to the hospital هي بدأ بقى يحدد الاماكن فين بالزبط بقول my school مدرسة is next to the hospital بجوار المستشفى وبعد كده بقول next to the hospital وفيه بجوار المستشفى there is a park يعني يوجد حديقة يبقى كده المدرسة number one يبقى هنكتب في نقطة الاولى school بقول ان المدرسة بجوار المستشفى وفيه بجوار المستشفى حديقة يبقى كده اول ما كان بنتكلم عليه school المدرسة بعد كده بقول لي I often يعني انا غالبا play football ألعب كرة القدم in the park في الحديقة with my friend's مع اصدقائي بقى كده خلصنا اول مكان المكان التاني اللي هنتكلم عليه super market بقول near my house بالقرب من منزلي is a super market يعني يوجد super market it is between انه بين the station المحطة and the sportis club والنادي الرياضي يعني السوبر ماركت بين sportis club و station زي ما قال في القطعة يبقى كده مكان السوبر ماركت number two مكان السوبر ماركت على الخريطة بين station و sportis club يعني في النص بعد كده المكان التالت the shopping mall مركز التسوق بقول the shopping mall is on the other side of the station يعني على الجانب الآخر من المحطة بعد كده بحدد أكتر so لذلك the station is between the super market and the shopping يبقى كده مكان shopping mall number three وبعد كده حدد أكتر بقول أن المحطة موجودة بين السوبر ماركت والشوبر ماركت والشوبر ماركت بعد ما قال في الأول أن الشوبر ماركت على الجانب الآخر من المحطة يعني كده على الجانب الآخر من المحطة حدد المكان أكتر بوضح المكان أكتر على الخريطة بقول so لذلك the station المحطة is between بين the super market and the shopping mall بعد كده بقول my dad's office يعني مكتب أبي my dad's office المكتب أبي المكتب اللي أبي شغال فيه is in front of the park يعني أمام الحديقة أمام الحديقة حدد المكان أكتر يعني بجوار مكتب البريد يبقى number four كده office المكتب نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده بقول read again اقرأ مرة أخرى and answer true or false طبعا is very big يعني مدينة نادر كبيرة جدا طبعا false احنا قلنا small number two he goes to school by car طبعا false احنا قلنا walk بيمشي يبقى برضو تاني جملة false number three there are three houses in front of the shopping mall يعني يوجد تلت منازل أمام مركز التسوق طبعا false خطب مفيش تلت منازل number four his town medento doesn't have a park يعني ما فيهاش حديقة طبعا false احنا قلنا فيها حديقة وقلنا نادر بيلعفها كرة القدم number five his dad's office يعني مكتب baba is next to the hospital يعني بجوار المستشفى طبعا false احنا قلنا نكسة تو the post office مكتب بابا بجوار مكتب البريد وليس المستشفى number six the station is between the shopping mall and the super market true اخر جملة true يعني المحطة بين مركز التسوق وال super market true زي ما قلنا وضحنا على الخريطة بعد كده بقول read and listen to the directions يعني اقرأ واستمع على الاتجاهات طبعا عندنا السهم بوضح الاتجاه كده السهم طول يبقى كده goes straight ahead يعني سر بشكل مستقيم هنا كده turn lift الشكل ده كده turn lift يعني استدر يمينا sorry استدر يسارا كده turn right الشكل ده كده يعني استدر يمينا يبقى لما نشوف السهم ده يبقى turn lift استدر يسارا لما نشوف السهم رايح كده يبقى turn right السدر يمينا. بعد كده take the second right. كده بقى خز تاني يمين. كده خز تاني يمين. لو قلنا take the second lift يبقى السهم جاي نحيه دي كده. هنا x on the corner يعني في ركن الشارع. بعد كده بقول لي read and put the directions in the correct order. يعني اقرأ وضع الاتجاهات في الترتيب الصحيح. هنا واحد بيسأل عن مكتب البريد. بقولك excuse me where is the post office. يعني اين مكتب البريد. الشخص بقى اللي هيقوله مكان مكتب البريد هيقوله اول حاجة. اول حاجة هيقوله goes straight ahead. زي ما هو موضحة الخريطة. goes straight ahead يعني امشي بشكل مستقيم كده. بعد كده هيقوله turn right. احنا قلنا السهم لما بروح كده يبقى right. turn right يعني السدر يمينا. يبقى number two هتبقى goes straight ahead. استر بشكل مستقيم. number two turn right. استدر يمينا. بعد كده number four هيقوله take the second lift. يعني خز تاني يصور. يبقى دي number four. number five بقى it's on the corner. يعني فركن الشارع زي ما انتو شايفين كده. it's on the corner. بعد كده بقى دينا is going to visit her friend فريدة. يعني دينا سوف تزور صداقتها فريدة. read and follow. اقرأ. واتتبع. the directions لتجهات. this فريدة. live in a house a b or c. يعني هل فريدة بتعيش في منزل? letter a ولا letter b ولا letter c. طبعا هنقرأ الرسالة وهنعرف من خلال الرسالة فريدة بتعيش فين بالزبط. طبعا هنا اللي كاتب الرسالة دي ديت فريدة كاتبها لدينا اللي هتزورها. طبعا بتحدد لها مكان بيتها. علشان دينا هتزور فريدة. فطبعا فريدة بتحدد لها الاتجاهات علشان تعرف توصل للبيت صح. بتقول لها هاي دينا مرحبا يا دينا. I am so happy you are coming to my house. بتقول لها انا سعيدة جدا انك هتأتي to my house المنزلي. today اليوم. here are some directions. يعني ها هي بعض الاتجاهات. from the corner of south street. يعني من ركن جنوب الشارع. with لطيف street. شارع لطيف. go street ahead بتقول لها امشي بشكل مستقيم. او سيري بشكل مستقيم. take the second right. خدي تاني يمين. to abdelwhab street. من شارع عبدالوهاب. go street ahead. وبعد كده امشي بشكل مستقيم. turn lift. استديري يسارا. at the supermarket. يعني من السوبر ماركت. بعد كده. my house يعني منزلي. is between the supermarket and the school. بتقول لها منزلي بين السوبر ماركت والمدرسة. طيب نبص مع بعض كده على الخريطة. بتقول لها منزلي بتوين. is the supermarket and the school. يعني بين السوبر ماركت والمدرسة. يبقى منزل. فريدة لتر بي. يبقى كده هو ده منزل فريدة. بعد كده في الاخر بتقول لها سي وسون يعني اراقي قريبا. وبعد كده كتبت اسمها في نهاية الرسالة او الايميل بتقول لها فريدة. يبقى كده هنا بقول لي. فريدة lives in house b. في لتر بي. الحرف بي. الحرف بي كده بدل على منزل فريدة. شوف. هنا طبعا نفس الكلام. بقوله from the corner. يعني من ركن. of the street. اللي هو فيه جنوب شارع. آآ لطيف. الشارع لطيف. جوز تريت. سيري بشكل مستقيم. جوز تريت اهل. تير نرايت. استديري. يمينا. بعد كده قون عبد الوهاب. استريت. آآ في شارع عبد الوهاب. انه على اليسار. يبقى اهم حاجة. نقرأ الكطع كويس. ونعرف الاتجاهات عشان نعرف نحدد المكان. وبكلا يا حبابي. كن وصلنا لنهاية الفيديو. اسمكم فرعات الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.